انتهاكات الحوثيين المتزايدة تدفع الولايات المتحدة إلى التفكير مجدداً في إعادة إدراجهم على قائمة الإرهاب الخارجية الأمريكية كشفت أن الرئيس جو بايدن يدرس هذه الخطوة بعد هجمات الحوثيين الأخيرة ضد الإمارات والسعودية تصعيد وصفته الخارجية الأمريكية بأنه مثير للقلق والعنف مؤكدة أن واشنطن تعلم حجم الدعم الإيراني للحوثيين قبيل ذلك كان سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة جدد دعوة واشنطن لإعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية موضحاً أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تضفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم وكانت الخارجية الإماراتية أكدت أن استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق ومنشآت مدنية في الدولة لن يمر دون عقاب وأن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وبالتزام أعلنت تحالف العربي في اليمن تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من هجمات الحوثيين العدائية